السلام عليكم متتبعاتي العزيزات وكامل اللي رامي شوفوا في قناتي نتمنى تلقاكم في فيديو تاعة اليوم في احسن الاحوال ومرحبا بكم من جديد اليوم جيتكم بارواع لساج بغريزيليا لتنعيم وتغذية الشعر في نفس الوقت وطريقة استعماله خليكم معي ردي نشرح لكم بالخطوات فقط ما تنسوش حبوباتي الجام والاشتراك في القناة فضلا بتفعيل زر الجرس حده باش يوصلكم كل ما هو جديد نروحوا البروديو تانا هذا البنت انكيد لساج بغريزيليا 4 اونا على كيراتين من المارك لوراسميس هذا البنت سان بارابان جاي بيدون بارابان عباس دو كيراتين اللي قوم بتنعيم الشعر وثاني يعالج ويغذي الشعر بكذفة هادلا بوات البنت فيها من الداخل غادي نحطي لكم في الصورة فيها ان شامپوان بريباراتور هادل شامپوان البنت اللي ينقيم ليح الشعر وفاني يpreparيه لتراتمن دو ليساج بغريزيليا هادل شامپوان غاني بالكيراتين وفاني يحتوي على مستخلص أزهار عباد الشمس فلالورده تورنوصول اللي ساعدوا على تقويت خاصلات الشعر وحمايتها كنتميه ضمج في هاتني لوتين ردكتوريسيه دوليه هذا المنصد المساديات هذا المنصد المشارب هذا المنصد المشارب تقوم بتملائس أو تنعيم الشارب تحتوي على زيت بذور عباد الشم زيت نوات البراسيل والكيراتين هذا المنصد قوية اللي ترتب و تغذي و تخليل الشفة لسه و سوبل في هاتني أم ماسك ماسك تركيبتو جاية بزبدة أشية زيت بوذور عباد الشمس وزيت نوات البرازيل اللي قوموا بترقيب الشعر ويحافظوا تاني على لفة تعليساج برزيليا توان لسان لشوفه دو بريان وفاسيل اكوافي وفي الاخر كين معاهم ان سيروم ريپاراتور هذا سيروم معالج فور فيناليزي فوتر كوافي وثاني حافظ على شعاركم من حرارة الليسار هذا البنت تري بون بروديو يعطيكم نتيجة هايلا ويشددكم حتى 3 mois وثاني خليلي شبه بو يسويو طريقة تستعملو ترسلو شعاركم مليح بالشموى وبرéparاتور باش تنحو كامل لترس دو بروديو ويزيب أمورتين ولا انسوات كنو دايرينو pour préparer ووشبه للليساج من بعد تنشفو شعاركم بالسيشوى أ 80% ميكون نشف بزف ميكون مجمع الخطوة الثانية تأبليكو لالونسيون راديوكتريس لبروديو بخنسيبال تقسمو شعاركم على ربعة تأبليكو اتاب با اتاب تقدرو تستعملو البنسو ولا بيدكم كي ما تحبو وتحطو من بعد اللي تكملو ان بوني ان بلاستيك على شعاركم وتخلو يريح 45 دقيقة ومن بعد تنشفو بالسيشوى وتفوتو اللي يتسغ ميش با ميش ولا تمبراتور اللي بنت لازم تكون ما بين 210 و 230 ومن بعد تكملو تتغسلو وتحطو الماسك لبنت وتخلوه على شعاركم من 15 دقيقة حتى 20 دقيقة ومن بعد تشلو شعاركم بالماء الدافي وفي الاخير تحطو السيرام وتركزو على اللي بوينت هذي كانت الخطوة تعقاد اللي ساج كي ما هذا اللي ساج لكم تشوفو فيه البنت مكلا تشروه ما هو شمليح وما يخرج الشعر شباب وبالنسبة اللي بحي تعوه لا يحطنو 20.48 سنتيم مغلينو شوية بس اعتقدرو تقوه حتى الـ 7.49 من 5400 دينا هذي كانت الفيديو على هذا الكيت لساج بغازيليا نتمنى الفيديو تكون عش بتكم ونقلكم اتلاقى في فيديو جديدة بإذن الله ومع السلامة